عندنا روح رياضية كبيرة جدا عندنا روح رياضية جدا سواء كنا اهلاوي وبحب اهلي جدا ودمي اهلاوي لكن برضو حتى لو الزمالك كسب واخد الكأس فدي برضو حاجة تشرف ان الكأس بقى حاجة مصرية داخل الدولة اكيد مبادرة حلوة وده المفروض نعمله عشان خطر البلد وده الصح يعني والله انا الجيل بتاعنا انا كنت انا وزمالي في الليلة ماتش زي كده ما بينامش زي مالكوية او اهلاوية بنعتبره حفلة وفرح وكنا بالروح الصف هنلعب كرة الاول ونرجع نتغرجع الماتش كان الاول كان الماتش هالساعة ثلاثة الضهر او الساعة ثلاثة الرب هو طبعا التعصب منبوس يعني الروح الرياضية هي اللي بتجمع التعصب بيفرق انا ما بحبش التعصب خالص انا زي مالكوية واتنمنا طبعا هو يكسب بس هو في الاول الاخر الاهلي والزمالك مصريين لا خالص لا لا اولا فكرة التعصب دي وحشة جدا جدا في كل المجالات مش في الكورة بس وخصصا في الكورة عشان الشباب بتنصاك للكورة وتبقى متحيزة بقى للزمالك او الاهلي عموما سيان او الاثنين النهاردة بالذات مش هيروح برا سواء زمالكاوي او اهلاوي مش هيروح برا كيط طبعا نقدر نشجع من غير تعصب كل واحد يشجع الفرقة بتاعته ويركز مع لعبها كسب يفرح له زاء يعني لو قصر مثلا ممكن ممكن يزعل شوية او كل حاجة بس يعني مش لازم يركز مع الفرقة التانية لا وطبعا مالوش لازمة يعني حد يتطور على حد وكل واحد يشجع فريو براحته بدون مشاكل وبدون تطور على حد عشان الدنيا تمشي كويس وبقاش فيه تعصب من اي حتى خرص هو اللي يعني البطرة في الاخر في الاول واخر مصري فاللي هيكسع بيقول للتاني هارض اللي هيكسر والتاني مبروك وخلاص هو الفريقين الفريقين اولا هما من مصر سواء ده كسب او ده كسب فهم كده كده هيلعبوا عشان مصر اكيد دي موضرة كويسة ان نمنع تعصب ما بين خصوصا اهل والزمالك احنا مش عايزين تعصب واحنا فريقين مصريين واحنا نتمنى الفوز الاهلي واحنا برضو بنشجع لو النادي الزمالك فاز احنا نشجعه عشان هو نادي مصري